مساء الخير عليكم أصدقائي قصة اليوم وصلتني من أحد متابعيني يلقبونه كرام زعفرانية واللي ما يعرف شوني زعفرانية هي أحد المناطق ببغداد يقول صارت وياها قصة جن مخيفة جدا ومرعبة وهاي القصة شنت أنا أسمع بقصصك بالسابق وما شنت ألتزم بالتحذيرات اللي أنت تقولها وشنت أصلا ما أحبك وما أطيقك بس بسبب أنه أنا شفت لك فيديو صارت تظهر فيديواتك عندي اللي حدث وياها مخيف ومرعب قبل لا أبدي بسرد القصة وأحداثه المرعبة المخيفة صلوا لي على الحبيب المصطفى واذكروا لي يا الله يا جماعة الخير لأن الجن على ذكرهم يحضرون ويلا نبدي بقصتنا يقول كرام واللي أنا راح أخذ دوره بالقصة يقول بيوم من الأيام شنت داخل على اليوتيوب يعني الكلام هذا ما صال لهواية وأصلا أنا ما صال لغيرش كم شهر لما بديت أتعافى من الموضوع اللي حصل لي يقول شنت أطب دائما وأحب الأشياء ما للرعب بالصدفة طلعت على سوالف مال تحضير جن وما جن وطلعت أحد قصصك وسمعت قصة قديمة عندك وكانت بالأبيض والأسود يقصد على قصصي وفعلا أنا شنت أسوي هذا النمط يقولوا سمعتها والقصة بذاك الوقت ما عجبتني أنت ما شنت تمدح الجن أنا شنت ما تخيل الجن أنه يقدرون يساعدون البشر وأنه إذا واحد يختلطوا إياهم راح يحبوه فشنت ما مقتنع بكل كلامك وبعدين قمت أتنقل بهم فيديواتك صح شنت أكرهك لكن أتابع الفيديو وبدايته ودائما أنت تتكلم بالبداية ما للفيديو أنه أنتوا حصنا نفسكم ولا تحاولون تسويون هاي الأشياء وأنا ما شنت أسمع هاي التحذيرات الغاية ما صرت أجاهل فيديواتك بسبب التحذيرات مع العلم أنا أحب قصص الجن المهم بعد ما تركت يعني مشاهدة القصص صرت أطب عليه رقاء شون يعالجون الناس وعجبتني هاي الفكرة ومن ذاك الوقت عشعشت بدماغي وبديت أدخل على المواقع وحاول أصير من الأشخاص يعالجون ومن فيديو الفيديو وموقع الموقع رحت وصادقية شخص والشخص هذا ما راح أذكر جنسيته في سبيل لا صير مشكلة هو حتشارة جنسية ماتشني لكن أنا كيراوي ما راح أذكر جنسيت هذا الشخص والشخص هذا كان مسمي نفسه زاهد بعد ما صارت علاقة بينه وبينه هو جدا يحب عالم الجن وعده أشياء سواليها ثبت لي مية بالمية أنه عنده جن بيوم من الأيام وأنا جالس بالغرفة التحتانية ببيتنا وكان يقول لي إذا تحب هسه أثبت لكم بوجودهم بعد ما تعاندت أنا وياه على الموضوع فقلت له خلاص أثبت لي وجود الجن قال لي هسه الأضاءة اللي عندك بالغرفة راح تبدأ تطفي وتشتعل وفعلا صارت الأضاءة تطفي وتشتعل بذاك الوقت خفت شوي وسديت المكالمة بس تذكرت إحنا بالعراق والكهرباء عدنا ما مستقرة واحتمال بالكهرباء مثل كل مرة المهم طلعت لي برة وتأكدت من البيت اللي كانت بس والدتي موجودة بي وقلت لي والدتي الكهرباء ما طفت وما رمشت نهائيا رجعت بذاك الوقت واتصلت علي رجع حوه وصار يضحك بصوت عالي ويقول لي أنا متخيلك أنت أقوى باحش راح أسوي بيك هاي الليلة وسديت الجوال ماتي ونمت من وقت يوم اللي نمت حلمت بأطفال اثنين يلعبون عد راسي وشارت أشكالهم غريبة واحد من عدهم ما كان عنده خشم أصلا والثاني كانت عيونه بالطول وشارت شعره واقف بصورة عجيبة وشارت أشكالهم نهائيا مو إنسان وشنت مضايق جدا من وجودهم وشنت ما قدر أتحرك أصلا لكن المصيبة والكارثة شنت أنا يشعر أنه أنا بحلم بس يوم اللي فتحت عيني لقيتهم فعلا موجودين عد راسي وما قدرت أتكلم الغاية ما نصرفه وراحوا وبعدها سمعت صوت الجوال ماتي متعود دامنا خليها الزاز بعد ما راحوا وأنا بعدني بالخوفة اللي أنا بيها ورفحت الجوال ماتي ولقيته هو كان يقول لي ها ترى أنا سحبتهم من يمك قلت له منه قال لأطفال الاثنين زينان الجوال ما تسديته شون من فتح ما عرف شون اللي حدث ما شنت أدري المهم كل الأشياء اللي كانت موجودة حوالي ما كان لها تفسير بوقت وبعدين سديت الجوال من عنده وشنت خايف وقررت بعد ما تكلم وياه طبعا الكلام اللي حتيته هواي وياه وسولف لي أشكال وألوان عن عالم الجن حتى قل لي بألوانهم وأحيانا كان يشوفني أشكالهم مو بالجوال بس يقل لي غمض عيونك ويبدي يردد بكلمات بعد ما يطلب مني أخلي سماعات بذاني ويبدي يشوفني أشكال يعني شبه عاريات نساء أشوف رجال أشكالهم غريبة وهم أحيانا يكونون عارين حتى خلاني أشوف المعاشرة بياناتهم الشون التم كأنه حرب وحتى صراخ صوت مزعج المهم يعني اتعمقت بهذا العالم لكن ما تشنت أعرف هو أنا يمكن عندي نوع من أنواع المس وبديت أخاف المدة يوما صارت وياي أشياء غريبة كل ما أشعر بخوف ويلقاه ويتصل علي أغلق الجوال المشكلة ورشوية النوب يريد يتصل علي ما أعرف منه اللي كان يفتح جوالي والجوال يكون موجود بجيبي طبعا الجوال نهائيا يعني ما يشتعل وحدة إذا مو واحد يشعل صار عدي شيك بالأمر الغاية ما بيوم من الأيام وانا كنت برع عد أصدقائي إجاني باور من الشجاعة لما اتصل علي قلت لأنت ش رايد قال ما رايد أي حاجة وبدأ يحكي ويا بكل برود ويضحك وقال لي أنا مو قصدي أخوفك ترى أنت قوي جدا وأنت بيك فائدة لهذا الشي أنت الهالة ماتك تسمح لك بدخول عالم الجن وأنت تحب هذا العالم ليش ما تخليني أساعدك وانو ياك واحد يساعد ثاني ترى الموضوع بفلوس والموضوع بأرباح بالدولار يعني بالعملة الصعبة تخيل إذا تتكلم ويا وحدة بالتلفون وتعالجها احتمال الدزلك من الألف إلى ألف إلى ثلاث ألاف دولار وأنا عايش على هاي الشغلة بدأ وسوس إلي وقلت اسمعاني مو حمل الجن وهاي الأشياء قال انتظرني بس الليل لا تقفل الجوال ولا تخليني أدزهم عليك أنا ما جاي يهددك بس هم لما يجون يحاولون يزعجونك لأن انت شوية تشعر بالخوف خلي جوالك اليوم مفتوح وباوع الشور راح تستفاد من عندي وفعلا بعد ما سد الجوال من عندي فكرت بلامر شوي وصارت تعد الساعات ودخلنا بوقت الليل وهناك رحت للبيت ودخلت وحسا لازم أشرح لكم شوي وضعية البيت مساحة البيت كانت صغيرة والبيت مانه أمكون من دورين دور أول ودور ثاني الدور الأول كان معزول عزل تام عند الدور الثاني والدور الثاني كان إلي درج خارجي واللي يسكم بالدور الثاني كان أخويا هو وزوجته وكان والدي دائما يتمشكل وياه بسبب جهاله الى ثلاثة اللي دائما يسوون هوسة يعني يرقضون رايحين ورادين بهذا اليوم أصلا كان أخويا ما موجود لا هو ولا زوجته ولا أطفاله كان رايح يم نسابته يعني يمها المرت المهم بدي تسمع صوات فوق كأنه نفس الأصوات رس صير دائما ويلعبون ومتعود دائما يعني لما تطلحيش أصوات والدي يقعد منزعج ويتعارك وياهم وكان الوقت متأخر وشنت كل ما أتصل علي يعني يرفضني الغاية ما قررت أنام لكن الصوت كان عالي جدا هو معقول أخوي يجي ولا لا دخلي أطلع برا يتأكد ويوم اللي طلعت برا وتأكدت ما لقيت سيارتها موجودة وعرفت أخوي أصلا ما موجود والأصوات اللي جاي أسمحها ما أعرف يمكن أكو جن موجودين فوق قمت ششعر بحاجة مرعبة أقول الجن موجود يمي المهم رنت جوال ماتي واني عند الباب كملت طريقي وفتحت علي خاط طب غرفتي قلت لوينك أنا منعس قال ما رأي منك أي حاجة راح أعطيك كلمات ابدي ردد بيها وياي وفعلا بديت أردد النوب عيوني حسيتها أن الرؤية بيها ضبابية وحسيت أنه شفان بحلقي مو طبيعي يعني عطشة عطش مو طبيعي وصرت أشعر أنه جسمي مثل اللي يصلب وجتنا حالة من الفزع عقلي كان مشتغل الغاية ما سقطت جوال من عندي ومرة وحدة شعرت بحاجة سودة نزلت على عيوني وصرت ما أشوف أي حاجة غير أسمع أصوات بيداني وهاي الأصوات كانت عبارة ما الكلام الناس بعيدين عليه وصار الصوت يتقرب شوية شوية الغاية ما فتحت عيوني ولقيت مرة وواقفة عد راسي عوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أعرف شين اللي يحدث عوذ بالله عوذ بالله من الشيطان رجيم أعتذر من عدكم ما أعرف شين اللي حدث والكهرباء انقطعت طبعا بيتنا فقط لأن بره هسا لما نعطر من الشباك علق الكهرباء موجودة وهسا هاي لضاء اللي جاي يشوفوها عبارة عن رنج لايت فقط فآسف وعتذر بس لازم أكمل القصة ويجداد قلولي شون شغلتها راح أقول لكم على الباوربنج وصن أنه كانت عالية تماما ووقفة عدراسي وبدت هاي اللي بنية تتقرب مني وأنا شاب صغير ومراهق يعني الوضعية طبيعية فعل الحرام أسويه بكل بساطة واللي حدث سويت وياها علاقة ويوم اللي قعدت الصبح قعدت واني جسمي مكسر تماما وما أقدر أتحرك وما تشنت أعرف هو حلم ولا حقيقة يوم اللي قعدت الصبح وتكلمت ويا طبعا ما حجب الموضوع وقلت لاني حلمت بهيش حلم رجع وقال لي الموضوع طبيعي ترى الجن موجودين بيناتنا وعادي هاي الأمور تحدث بعالمنا وعالمهم سألت على موضوعه وقلت له أكو زواج بين الجن والإنس قال لي أكو زواج وحتى أكو أطفال بالموضوع هذا كان كلامه المهم صار الموضوع ما لسيكو بيكو يتكرر عندي ودائما تحدث هاي الأشياء يعني تدخل علي مرأة للغرفة والنايم سلوكيات شوية تغيرت بالبيت ووالدتي لاحظت هذا الشي علي أما بالنسبة لوالدي كان يعني ما يلاحظ هذا الشي لأن أغلب الوقت يكون جالس وحده بالغرفة ما يقبل أحد يجي ويقلق والدي يكره الصوت العالي صرتانة عمق أكثر وأكثر الغاية ما بيوم من الأيام ويا وقت المغرب صارت مشكلة جبيرة جدا ببيتنا بين والدي وأخوي جبير اللي كان ساكن فوق ووالد طام وهله من الأسبوع يطلع بسبب أطفاله يوم اللي يسوه هوس بالبيت وما عرف شكاسرين فوق وكانت الأصوات ما عرف المهم كان أخوي يقول لي مو هم اللي يكسروا ما عرف منه ومو هم اللي صيحون ومو هم اللي يرقضون أنا ظليت مغلس على الموضوع وما تكلمت يمكن الجن كانوا يتلاعبون بالقاط الفوق الحد ما قال أخوي الوالدي قل البيت بي أمور غريبة والقاط الثاني سكن رجع علي والدي وقل قل لا نسكن ولا بي شي ترجها لك هم والشياطين والشياطين تنهزين من عدهم المهم بعد المشكلة اللي صارت أخوي أخذ أطفاله وزوجته وراح لأهلها استمر يمكن أسبوع وبعدها رجع للبيت طبيعي سلم على والدي ووالدتي لكن ما جاي بزوجته ولا أطفاله وقل للوالدي اسمع أنا راح أذب غراض وأبني قطعتي كان عنده قطعة وما عنده فلوس يبنيه وهاي القطعة لأنه موظف بالنفوط طهياء المهم قال ل والدي بيها الخير عليك وترى ذا تريد ترجع عادي أنا كنت معصبة بساعته وسده والخلاف قال لأ أنا ما أرجع وهس ساكن عندهم وأنت تعرف منك شغلي أقرب المهم لا تزعل علي والبيت أنا راح أفرغب أقرب وقت وفعلا صار يجي بين فترة وفترة يأخذ غراض من عنده وطلع مستأجر بيت المهم يعني قعد بعيد عنه والقاط الثاني فراض بعدها والدي قام يجيب ناس يجرون هذا القاط يوم اللي يجي الموجر بي وراها بيوم ثلاثة يطلع يقول لك أحداث غريبة الصير فوق والد صار يخاف ووالدتي كذلك وحتى جابه وشيخ لكن بدون أي جدوى الجن استعمر والقاط الثاني ليش ما كنت أعرف المهم أنا كنت تواصل ويا هذا وحتى قلت له قال ماكو داعي طلحهم هذول الجن حاب بينك ويجون عليك يعني إذا أنت هسه أذيتهم أو سويت شي احتمال يرجعون يلذون حتى القاط الجو خليهم لي فوق ومعليك وأنا كنت أسمع كلامي طبيعي بحكم أنه أنا كنت أحب الجن وعالمهم حتى إذا كانوا يضرون المهم يوم اللي يعني صار ما أحد يقدر يجري قرر تاني أسكن بي ومردت أسكن بي والدي ووالدتي بذاك الوقت استغربوا وقالوا أنت ليش تسكن بي أنا كنت شبير ومو صغير وحتى أطلع للشغل وأرجع فقالوا ليش تسكن يعني وحدك فقلت لهم أنا أريد يعني أقعد بي بما أنه ما أحد قاعد بي ليش أنا بضاء الجو والدي قال أنت متدري الموجرين لما يجون يقولون البيت قلت له ما بي أي حاجة يجون وما يتحملون الحرارة لأن القاط الثاني يصير جهنم بالصيف وما تقدر تسكن بي المهم والدي قال بكيفك حسوا بي يعني شوية كبرت والد خصوصية أكثر المهم صعدت فوق ناظرت البيت الرادلة أشياء وأول ليلة نميتها بي نميت على فراش فقط وكانت والدي كل ساعة تتصل عليه وقلها ما بي شي لغاية ما وفيت شعرت بناس يمي ناس تتكلم قعدت الصبح تعبان نزلت قاله وشكوا قلت لهم البيت ما بي أي حاجة ومنك عندي شوية فلوس طلعته وجبت تلفزيون وجبت غرفة ما النوم ونقرت غراض اللي موجودة بالغرفة اللي فوق ورتبت القاط الثاني وجلست بي بابة تنقفين علي وصرت أرجع المغرب يا أمو أكل جو يا أمو أجيب أكل وياي واصعد ووالدي بذاك الوقت كنت أسمعي يحكي ويا والدتي يقول لها يمكن يريد يزوج حس يوما ثلاثة ويجعلني يقول أريد يزوج بالقاط الثاني بدأك الوقت شنتان يعني مرتاح وطبيعي ما كويشي وحشو يا هاد الشخص الغاية ما قلت له أنا أريد أدخل عالم الجن طبعا ما عرف شون اللي جاي يصير الهضاعة واحدة تطفي واحدة تشتعل ما عدر شون اللي يصار المهم يعني يعذروني خاف تتغير زاوية تصوير أو شي ما عرف شون اللي جاي يصير المهم ما عني طيبة وما خايف وانتو اذا تلاحظون حاجة شي يتحرك انتو كتبولي لانا انا هسة عيني بوسط الكاميرا فقط يعني فما أنتبه زيادة المهم بعد ما قلت له يريد أدخل عالم الجن للي ما يعرف هاي الكلمة شبيرة جدا دخول عالم الجن مو بالسهل وإلى قرابين معينة ولازم تقدم أشياء وتضحيات يعني مو بالسهل تدخل يا أمو تزوج وحدة من الجن وتكون يعني ما أقول لكم ملكة يعني خادمة عدة جن لأكثر لأن الملكات يحتاج ان قرابين في يوم اللي قلت له قال انت ما مهيئ لهذا الشي وترى الموضوع صعب جدا والتلاتة تخيل انه هاي الأشياء سهلة وترى هاي مجرد بدايات لأكثر واللي جاي يشوفه انت هاي مجرد أحلام غيرك ما يشوف هذا الشي بدأ يكسر بواسي وكأنه جاي يبعدني الغاية ما شافني يلح عليه كان يقول لي اسمع إذا تريد تدخل هذا العالم تحتاج كتب تقراها وتحتاج تفرغ نفسك والشقة أو البيت اللي انت ساكن به أو القاطف الثاني بغض النظر المكان لازم يتنقس قلت له يعني شون قال يتنقس بأي طريقة من الطرق فبذاك الوقت بدأي لمحلي قلت له ما جاء يعرف قال إذا تقدر تجيب وحدة للبيت ذاك الوقت ظلت افتر ودور الغاية ما حصلت وحدة كانت شبيرة بالعمر أكبر مني المهم محتاجة وجبتها بدون ما حد يدري طبعا صعدتها لي فوق وظلت عندي وسويت شغلة وياها اللي هي سيكو بيكو وصارت يعني بعت خلاص أنا بس رد أسوي هذا الشي ونزلتها وراحت قال لي يعني هواي أشياء بيها دم على دجاج على مدر شنو تذبح وحدة بالحمام وترميها والسد الباب وتتركها وهواي أشياء سويت ما أحب أذكرها في سبيل لحد يتعلم ويروح يسويه المهم بعد ما سويت كل هاي الأشياء قال لي هسا البيت صار مهيئ وأنت صرت مهيئ بس الطريقة صعبة عليك يراد لك كتاب وطلع كتاب بعد ما كان فاتح كاميرا قال لي مثل هذا الكتاب وكان الكتاب تقريبا سمك هلقد وقال لي لازم كله تقرأ وتقرأ الأشياء البي وتركز على الأسماء مال التحضير وتركز على شخص تحضره من هاي الكتاب يعني الموضوع مو بس سهل ولازم تصرف العمار اللي موجودين بالبيت فقلت له هنا أنا صعبة علي أكثر أنت طلبت مني أشياء قال هاي الطلبات مو ألية ولا أنا راح أحضرهم يمك أنا أقدر حسي أحضر لك جل لكن ما راح تقدر تستفاد منه قلت له لي قال لازم أنت تحضره ولازم يصير بينك وبين عهد وتتفقون على هاي العهود واللي يخلف بهنا ويكسر ما إلى غير الموت الموضوع صعب والموضوع بموت لكني استحق المجازفة وقررت أجازف على هذا الموضوع واللي حدث قلت له أريد الكتاب بأي ثمن وبديت أدور بعد ما انطاني ما لقيت اسمي الكتاب بالعراق وصرت أتواصل ويا وقال لي أنا أوصل لك الكتاب لحد عندك بس يستغرق شهر وفعلا طول هذا الشهر وأنا أنتظر الغاية ما وصل إلي الكتاب الشون ما كنت تعرف المهم وصل إلي مقابل المبلغ يعني حولت إلي أفلوس والمبلغ كان شبير شوية بالنسبة إلي يعني 600 دولار بوقتها أخذت من عنده وانا كانت حالة المادية ضعيفة يعني وأشتغل المهم بعد ما أجل الكتاب صعت تفوق وبديت أقرأ حطيت يمي ورقة وقلم وجبت زعفران وجبت أقلام اللي يكتبون بيها وأشكال وألوان يعني أكو أشياء ما رح أذكرها وما رح أقدر أذكرها لكم في سبيل لا تروحون وسوه ورسمت على الأرض أشياء وجلست بالحمام وشنت يومي أنام عاري وصليت عاري تقريبا مدة خمس أيام وهاي الخمس أيام اللي شنت أصلي بيها أشعر أكو واحد وياي هذا اللي كان مطلوب من عندي تحديدا بالكتاب وطبعا اللي صلي عاري مو مثل الناس اللي يعني الصلي الصلاة العادية الصلاة هاي للجن بها اسماء معينة والسجود معين وكلمات معينة يعني مو مثل الصلاة الحقيقية ولا حتى بنقدر نسميها صلاة أنت جاي تشرك بيها لأن هي كلها الصلاة خاصة لبليس فقط بين قوسيا وتصليها فوق هذا كله بدون أي ملابس جنت أسوي كل هاي الأشياء ومعتزل بالقاط الثاني وطول الوضعية هدوء بهدوء الغاية ما يجي اليوم ما للتحضير وهنا نصارت الطعم الكبرى بعد ما تشنج جالس وحضر والمهمة بمنتصف الغرفة حسيت أنه البواب اللي موجودة تنفتح وتنسد وحسيت أن الأرض تتحرك من جوايا كأنه زلزال لكن كل هاي الأشياء كانت متوقعة ومكتوبة أنه أنت لازم تثبت وما تخاف وراح تظهر لك أشياء اللي أنت تخاف من عندها يعني أي حاجة أنت تخاف منها راح تظهر لك كنت أخاف جدا من الثقوب اللي صير يعني بكثرة شايفين الماكنة اللي تثرو من اللحم شون لها ثقوب كنت لما شوفها ما أعرف شي صير بي كنت أشوفها أمامي بالحاية وكانت شبيرة جدا وشوفها على الأرض كأنه راح تبتلعني وهاي كانت أحد اختبارات الجن اللي يعني يختبرون مخاوفك طبعا صرت أغمض عيوني وأسمع صوت يقول لي يفتح عيونك ما يصير تغمض الغاية ما صرت أشوف الأمر عادي وأتقبله واللي حدث هنا ما حسيت غير كأنه روحي تنسحب مني كنت بذاك الوقت جالس على الأرض بعدين تمددت أو استطحت وما شعرت غيراني مقابيل شخص ضخم جدا واقف أمامي وتكلم وياي قال أنت حضرتني وانت شنو رايد الشخص هذا كان شدف عريض جدا وصدر عريض وإلى كرش غريب جدا وشعرتها نازل تقريبا لحد ركبه وكانت تطلع من عند ريحة مو طبيعية بعدها قلت لأني أريد أصير وياكم وصرت أتكلم كلام عادي ورفع عيدة وخلاها فوق راسي شف في يدي كان شبير جدا وقل لي خلص أنت مقبول عندنا وهس راح أراجعك وبعدها ضربني ضربة خفيفة على راسي صحيت واني ممدد ولقيت بذاك الوقت أهلي يدقون علي الباب واللي هي والدتي دنيا الليل افتح الباب شون اللي صاير قمت بدلت بسرعة الهوسة اللي موجودة بالغرفة حاولت أغطيها بالبطانية ورح تركض على الباب فتحتها قلت لهم مش بيكم قالوا شون هذا الصوت اللي موجود عندك وشون هذا الركض اللي موجود فوق طبعا والدتي دخلت ووالدي كذلك وبدأوا يناظرون ما لقوا أي حاجة ما رفعوا البطانية من الأرض يعني عبالهم أنا رميتها لما نقمت وشافوا الوضعية والسرير مخربط فقلت له مانت شنت نايم قالوا شون احنا خفنا عليك ووالدي بذاك الوقت قال لي يلا انزل نام جوه بشكل مكان مسكون بجن بذاك الوقت قلت للا أنا مرتاح هنا سمع الصوت بإذاني يقول لي لا تكسر كلمته انزل ويا ونزلت مباشرة بدون أي حاجة استمرهت بشكل يومي ويا الجن أسوي تحضيرات بديت بذاك الوقت يصير عد نوع من الكشف يعني لما شخص جالس أمامي أقول لي انت عندك كذا وكذا وهو أشياء صارت أعرفها ما استفادية من هذا الشي الغاية ما صار ينعكس علي بأمراض خاصة الأمراض عندي بالمعدة وتكون أمراض مخفية يعني أروح للدكتور ما يعرف شن المراضة بي وشن دائما أستخدم وصفات غريبة وهاي الوصفات من عالم الجن الجن كانوا يقولوها لي وهي كلها عشاب أول ما أشتربها أصير زين لكن بعد أيام أصير مو زين الشخص هذا اللي كنت أتواصل ويا مرة وحدة الحساب ماتين غلق وراح وحاولت عدة مرات أبحث علي وأدور بقروبات لكن الرجل اختفي مرة وحدة المهم استمريت على هذا المنوال الغاية ما دخلت بعالم الأحجار وصارت الناس تجي عليه يعني شبه ساحر غير معروف أساعد الناس بدون أي مقابل وقمت أخذ شوية شوية عجر الغاية ما صارت الناس تتكلم بصيتي ووصل الكلام الوالدي وفي يوم من الأيام تتكلم ويايو يقول لي أنت شون اللي جاي تسوي والتخبيص هذا شنو يجو علي شباب اثنين من غير منطقة يقولون ابنك روحاني وابنك يعالج الناس أنت منين لك هاي الشغلة وانت بعدك صغير وضربني قلت للا أنا مع الجي الناس وذولا يكذبون وذولا كذا المهم طلعت من البيت ورحت ورجعت بالليل الوقت متأخر على الساعة دعش وأول ما صعدت لي فوق كأنه واحد يمشي على الدرج وراي ألتفت ما ألقى أحد فتحت الباب ودخلت لقيت أشخاص كانوا أربعة أو خمسة لأن لضاء طفت مرة وحدة وما قدرت أركز عليهم لكن كانوا أسود بأسود يمكن أول مرة بحياتي يعني أشوف هيش أشكال شنة أشوفهم طبيعيين كأنه بشر موجودين قدامي وسمعتهم يقولولي أنت جاي تخبص وراح نبدأ نعذي بيك وما راح نتركك إذا أنت ما تترك حتى البيت أقول لكم الموضوع مال خروج صعب لكن وين أروح وبنفس الوقت أنا عايش ويا والدي ووالدتي فقلت لهم لا أنا أظل هنا ومناك صارت الوضعية غريبة جدا وبديت أشعر أنه واحد جاي يضربني واصرخ بصوت عالي الغاية ما فقدت الوعي وصحيت واني بالمستشفى المهم من ذاك الوقت أهلي عرفوا أنه أنا عندي ميس من جن وصار والدي قيد أدي وأقدامي ويأخذني على شخص يقرأ علي قرآن وظليت أسبوع يوم شخص ما عرف بغير محافظة يعالي يجبي مقابل مبلغ كبير من المال وفعلا الجن بذاك الوقت نجح ويأذوني وتأذيت أذية كبيرة جدا من الجن وما استفاديت من عندهم غير بس العلم والوجع والحد هاي اللحظة اللي أنا جاي أتكلم بيها فعلا أنا متخلص منهم لكن الأحلام والكوابيس والأصوات مارس صراخ لحد الآن أسمحها خاصة إذا أترك الصلاة شوي أو أترك الذكر وهناك اذكرت تحذيراتك أنه هذا العالم عالم خطر ومخيف ومو أي شخص يقدر يدخل إليه وإذا دخلت أنت ترى نهايتك شرك وكفر وهاي الأشياء أنا سويته صاحب القصة يقول سويت أشياء أستحي أنه أذكرها بيني وبين نفسي وحتى ما حاب يذكرها لكن أنا كنت أعرف باللي سوها وكنت أعرف بالأشياء أو الكوارث اللي سوها والحمد لله والشكر باللحظة الأخيرة قدر أنه يتخلص من عدو ولهنونة وتنتهي قصتنا لليوم إذا عجبتك يعمل بلاك اشتركوا بالقناة فعلي زر الجرس وانتظرني غدا بقصة جديدة إن شاء الله